العدد الذري والعدد الكتلي في كل عناصر الجدول الدوري يوجد أعلى رمز العنصر رقم ويوجد رقم آخر أسفل رمز العنصر فما معنى هذه الأرقام وما الفرق بينها الرقم أسفل رمز المركب الكيميائي يسمى العدد الذري والرقم أعلى رمز العنصر يسمى العدد الكتلي أو عدد الكتلة العدد الذري Z هو عدد البروتونات الموجبة الشحنة الموجودة في نواة العنصر وهو رقم ثابت لكافة ذرات هذا العنصر كل عنصر من عناصر الجدول الدوري له رقم ذري وحيد يميزه عن غيره من العناصر الرقم الثاني هو العدد الكتلي أو عدد الكتلة ورمزه A ويعرف على أنه كتلة نواة الذرة وهو مجموع كتلة البروتونات الموجبة ومجموع كتلة النيوترونات المتعدلة لم يأخذ بوزن الإلكترونات السالبة عند حساب العدد الكتلي نظراً لصغر وزنها وحجمها مقارنة بالنواة وكقاعدة عامة العدد الكتلي يساوي العدد الذري زائد عدد النيوترونات ويمكن تطبيق هذه القاعدة لحساب عدد النيوترونات الموجودة في نواة أي ذرة من واقع معرفة العدد الذري وعدد الكتلة له